السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الباحثين في المستوى الخاص بالدكتوراه المهنية ومادة إدارة الأزمات تخصص المصارف والتمويل النهاردة أنا أكمل المحاضرة الرابعة ونتكلم على نموذج لإدارة الأزمات باستخدام الشبكات العصبية في التنبؤ بالأزمات المالية انتم عارفين ووفقا لطبيعة التخصص بتاعكم أن المصارف دي أو النظام المالي بصفة عامة نظام مهم جدا وبيتأثر بالأزمات الموجودة في سنة 2008 كانت حصلت أزمة مالية كبيرة جدا هذه الأزمة المالية اللي حصلت أثرت مش بس في أمريكا ولكن أثرت في العالم كله يعني ممكن زي ما احنا قلنا قبل كده في المحاضرات السابقة النهاردة عايزين نتكلم إزاي نقدر نستخدم الشبكات العصبية في إن إحنا نتنبأ بالأزمات المالية أولا يعني إيه شبكات عصبية عشان الناس بس متقدش إحنا فيه عندنا حاجة في علم الحاسب الآلي وعلم الكمبيوتر اسمه الزكاء الصناعي الزكاء الصناعي معناها أن أنت بتحاول تخلي المكنة تساعدك وتكون هذه المكنة اللي هي الماشين يعني الحاسب الآلي لديها القدرة الموجودة في الإنسان من عملية الزكاء يعني ما بتقومش بأعمال روتينية وخلاص لا دي بتقوم بأعمال تتطلب التفكير وتتطلب العمل أكبر فنتكلم بس شوية عن شبكات العصبية والزكاء الصناعي وهو موجود في البحث بتاعنا قريبا علشان نقدر نفهم المفهوم إزاي نقدر نستخدم الزكاء الصناعي دوت في أداة هذه الأداة نقدر نتلبأ بها بالأزمات وده بيقورينا إيه إن أنا في ظل الأزمات أنا بدور على مجموعة من الأدوات اللي أقدر من خلالها أدير هذه الأزمة وتساعدني في إن أنا أقدر يعني أطلع من هذه الأزمة بأقل الخسائر أو إن أنا أعيد الوضع كما يجب عليه أو إن أنا أحول زي ما بنقول دايوا المحنة إلى منحة هو إيه الزكاء الصناعي دوت؟ عندنا أكتر من تعريف للزكاء الصناعي لكن أهم تعريف لي هو اللي هو بنقول عليه التعريف ده التعريف للزكاء الصناعي إن هو عبارة عن دراسة كيفية توجيه الحاسب الآلي لأداء أشياء يؤديها الإنسان بطرق أفضل بعض الناس بيروا إن الزكاء الصناعي أبار عن إيه؟ عن بناء آلات قادرة على القيام بالمهام التي تتطلب الزكاء البشري بمعنى قدرة الآلة على القيام بالمهام اللي بتحتاج الزكاء اللي هو بيتصف بالإنسان الزكاء الإنسان الزكاء الاصطناعي مهم جداً وعلم ويمكن إحنا سمعنا حالياً إن بعض الجامعات غيرت من مسمى كليات الحاسبات والمعلومات إلى كليات الحاسب الآلي والزكاء الاصطناعي ليه حولت هذا التأي يعني ليه هي حولت كده؟ نظراً لما أثبته الواقع العملي من أهمية الزكاء الاصطناعي اللي هو الارتفيشال انتليجنت كأداة لأداء العديد من الأعمال والمسامدة في عملات اتخاذ القرار وخاصةً في القرارات التي تحتاج تفكير وزكاء إذن ممكن نقول إن اهتمام علم الزكاء الاصطناعي بيهتم بما يخص العمليات المعرفية اللي بيستخدمها الإنسان في تأديد الأعمال اللي إحنا نقدر نقول عليها ذكية طيب إيه هي بقى الشبكات العصبية؟ إحنا قلنا الزكاء الصناعي معناها وعبارة عن علم بيخلي الكمبيوتر أو يخلي الماشين تبدأ يكون عندها ذكاء من الزكاء اللي موجودة عند الإنسان الشبكات العصبية الاصطناعية هي أحد تطبيقات الزكاء الصناعي بنسميها بالإنجليزي الميورال نتوارك شبكات عصبية اصطناعية تلمة الصناعية يعني مش طبيعية ولكن تم تصنعها بنجد إن الشبكة العصبية بصفة عامة اللي هي النيورال نتوارك دي دي عبارة عن جهاز مصمم لمحاكاة الطريقة اللي يؤدي بيها العقل البشري مهمة معينة يعني إيه يعني عبارة عن معالج ضخم موزع على التوازي مكون من موحدات معالجة بسيطة بحيث يقوم بتخزين المعرفة العملية عشان يخليها متاحة للمستخدمين عن طريق طبط أوزان معينة هي الزكاء الصناعي أساسا إيه؟ الزكاء إحنا كلنا بنقول أن الأداء اللي في الإنسان خليه فكر ويفكر بالزكاء هي عقله هذا العقل مكون فيه شبكات عصبية هذه الشبكات العصبية عبارة عن وحدات بتفكر بتاخد الانبوت اللي جاي لها الموقف اللي مثلا بتفكر فيه حصل مشكلة معينة فتاخد أبعاد هذه المشكلة وتدخلها إلى إيه؟ للعقل ثم تبدأ تفكر في العلاقات الموجودة بين هذه المشكلة يعني تقسم المشكلة إلى وحدات صغيرة وكل وحدة صغيرة تبدأ تفكر فيها يبقى عندي إنبوت وعندي هنا بروسسينج التفكير وربط العلاقات ما بين الأحداث مع بعضها وبعد كده عملية التنبؤ اللي احنا بنقول عليها الأوتبوت اللي هي النتائج اللي بتطلع الشبكة العصبية الاصطناعية بتتكون من إيه؟ بتتكون الشبكة العصبية الاصطناعية من وحدات إدخال وحدة معالجة يبقى عندنا إنبوت وعندنا إيه حاجة زي البروسسينج كده معالجة دولا متصلين مع بعض علشان يشكلوا حاجة بنسميها نود بالإنجليزي بالعربي عقدة يعني وحدة كده بنسميها النود يبقى أنا عندي الشبكة العصبية بتاخد حاجة مشكلة جزء من المشكلة بتفكر في هذا الجزء بتحلله وبالتالي هنا دي اسمها نود وبكده هي بتشبه الكمبيوتر بحد كبير جدا لإن هي بتحتوي على حاجة اسمها اللي هي السنتر بروسسينج يونيت يعني أنت عندك مشكلة تاخد هذه المشكلة بتدخل جوه الشبكة يتم معالجتها يبقى بالزبط هنا زي الكمبيوتر بتدخله بيانات بيبدأ يعالج هذه البيانات بس إيه بقى أني بنسميه بنسمي وحدات الإدخال هنا إن هي اسمها طبقة الإدخال ونسمي وحدات المعالجة طبقة المعالجة طالما فيه معالجة يبقى لازم فيه مخرجات المخرجات دي الناتج اللي بينتج من عملية البروسسينج مشكلة حللتها النقاط صغيرة ربطت بين العلاقات اللي موجودة وربطت من خبرتك والأحداث اللي انت قريتها الحاجات اللي انت تعلمتها وفي الآخر بيحصل إيه بتتخذ قرار أو يعني إحنا مثلا لو قلنا موقف عندنا قبيب شاف موقف معين أو جايله مريض اللي هيعمل إيه هيبدأ يشوف حالة المريض هيبدأ يجمع بيانات عن هذا المريض صح؟ وياخد كل هذه البيانات وحالته بيشتكي من إيه ودرجة السخونة والأشعة الإكسرية بتقول إيه وتجمع هذا كله ويبدأ يفكر ويربط العلاقات ويبدأ يشوف عنده هو قاعدة تعلم موجودة أثناء ما كان في الكلية خد حالات معينة مشابهة أثناء الحياة العملية عنده إكسبيرانس معين وفي آخر خالص يبدأ يقول المرض ده مثلا إكس طب المرض إكس ده بيحتاج إيه؟ عنده برضو نفس الحكاية مش بس كده عنده بقى خبرة في أدوية معينة آيري عامل دراسات عامل ماجستير عامل دكتوراه فيجد إن أفضل دواء هو الدواء الفلاني دواء يبقى أنا عمل بروسسينج وينبوت أدبوت وبخد قرار بس مش أي دواء وخلاص لا دواء معينة إحنا عشان نمثل هذه الحاجات دي باستخدام الحاسب الآلي عن طريق إكنولوجيا الزكاء الاصطناعي يعني باستخدام تطبيق يسمى Neuron Network الشبكات العصبية بنقسم أي حاجة إلى ثلاث مدخلات إنبوت وبروسسينج وأوتبوت كل واحدة دي بنسميها طبقة يبقى أنا عندي هنا إيه؟ حوالي ثلاث طبقات يبقى بين كل طبقة من هذه الطبقات بيوجد طبقة يسميها وصلة بينية بيتوصل ما بين الإنبوت والبروسسينج وتوصل ما بين البروسسينج والأوتبوت وبعدين بيديها وزن الوزن ده هو اللي نقدر نجمعه وفي الآخر نقدر نطلع بالنواتج المواقف الكتيرة في هذه المواقف الكتيرة بتتحول في الآخر إلى إيه؟ إلى اللي إحنا عايزين نقول عليه اللي هي الشبكة العصبية الرسمة دي شايفينها بتورينا مدخلات ومخراجات العقد في الشبكات العصبية عشان نفهم الموضوع دوت بصوا كده دي شبكة من الشبكات العصبية خلي بالكوا دي شبكة واحدة بس المشكلة بنحللها إلى أجزاء زي مثلاً A1 و A2 و A3 و A4 وهكذا لحد ينصل ل A1 كل مشكلة بيبقى لها وزن يعني كل نقطة لها وزن مختلفة عن التانية في نقاط وزنها كبير وفي نقاط وزنها قليل كله بيدخل يتعمل له الprocessing وبعدين يطلع لي x في الآخر اللي هو القرار اللي احنا عايزه المشكلة يمكن أوضح ليه المشكلة هذه ال input فلو انا عندي مثلاً مشكلة بقسمها لمجموعة من الأجزاء مفترض مثلاً الطبيب لما بيجي يشوف المريض هيبدأ يقسم إيه للكمبيوتر نجي نبص كده يفكر والله ايه هو سخن طب السخونة ديت بنتجيه وزنة قد إيه بالنسبة للمرض لو قلنا مثلاً في الواقع اللي احنا عايشين فيه في المرض بتاع اللي هو الفيروس تاكرونا ايه الأعراض طيب الأعراض دي أكيد كلها مش بنسب معينة فيه أعراض نسبتها أقل السخونة مثلاً بتاخد وزن أكبر ممكن تجد مثلاً الرشح الرشح ده بياخد وزن أقل ممكن تجد مثلاً السعال بياخد وزن تاني هذه الأوزان كلها بتتجمع وبناء على معادلة معينة بيبقى فيه عندنا هنا المعادلة التجميع ونقل إلى حاجة اسمها الترانسفير فاكشن الترانسفير فاكشن دي اللي هي بقى إن هذا المرض إذا توفرت العوامل دي بدرجة معينة بالمجموع معين يبقى رجل ده مصاب أو مش مصاب أو سلبي ودرجة الإصابة بقى لها كم يوم فيطلع عليه الأوتبول دي بنقول عليها الطبقات يبقى هنا فيه كل طبقة أو كل طبقة وهنا دي الأوزان وبالتالي هيكل الشبكة العصبية للصناعية اللي بيعبر عن عدد الطبقات وعدد العناصر المعالجة في كل طبقة بنجد فيه تلات حاجات فيه طبقة بنسميها الانبوت لير اللي هي طبقة المدخلات وطبقة اسمها الهايد الهيدن ليرس اللي هي المخرجات والاوتبوت ليرس اللي هي طبقة المخرجات إذن الفكرة أنا مش عايزكم أنتو مش علماء في نيرون نتورك وليس علماء في سكاس نوعي ولكن إحنا ناسي بتقدرك أعمال إحنا هذه المعارفة أنا بتكلم ليه النهاردة أنك إنت تفهم عن إيش شبكات العصبية لأن دي أداء أنت تستخدمها فقال حاجة أنت تستخدم هذه الأداء تذكر قوي يوم ما روحنا نتعلم القيادة أو السواقة يعني في مدرسة القيادة كنا بنتعلم السواقة ولكن بدونا دايما حصص في الميكانيكا وحصص في القهربة هل معنى كده أننا لما باخد حصة في الميكانيكا أو في القهربة هل ده معناه أن العربية لما تعطل أنا هصلحها قهربائيا لا أنا ممكن هصلح الحاجات البسيطة اللي تمشييني لحد ما روح للقهربائي أنا بقول لكم بنفس الفكرة أنتوا النهاردة بتتعلموا الـ Neural Network أو بتاخدوا فكرة عنها مش محتاجين خالص أن احنا نسألكم ونقول لكم لا أخدوا صميموا شبكة أصابية لأن ده مش شغلنا لشغل الناس المتخصصة في مجال الزكاة للصناع ولكن أنا كراجل متخص كراء عندي مشكلة عندي أزمة قد تكون هذه الأزمة مثلا في البنك أزمة في معينة وعايز أستخدم فيها Neural Network هي Neural Network كمان فيها ميزة معينة أنك أنت بتعمل برنامج وهذا البرنامج يعمل حاجة من سميها المشيل ليرنج يقدر يعلم الآلة مش محتاج أنك أنت كل شوية تروح وتجيب المبرمج لو حصل تعديلات في الآوتبوت في الظروف اللي موجودة لأن الظروف اللي موجودة أنت ما تقدرش تتنبأ بيها وبالتالي بتخلي الآلة زكية هو إيه الفرق بين الإنسان والآلة أن الإنسان بيكتسب خبرة من التجارب اللي بيمر بيها أنت بتصمم الشبكة وبتخلي جهاز الكمبيوتر بيتعامل مع مثلا الدائنين واللي موجودين عندك وهتعامل مع الكروض ولكن بيحدث أشياء مش موجودة خارج نطاق البرمج زي ما الإنسان بيقابل مشكلة الأول مرة طب أنت لو قابلت مشكلة الأول مرة لو وقعت في نفس المشكلة تاني مرة إيه اللي بيحصل يبقى عندك خبرة هنا بقى نيورا نتورك هي مصممة أساسا بهذه الطريقة أن الأوزان دي ليس السبتة بصوا الأوزان اللي احنا بنكلم عنها دي الأوزان دي ليس السبتة ومال إيه زي مثلا الدكتور قال السخونة إدها مثلا نفطرد خمسة من عشرة وإدى الإكس اتنين دي تلاتة من عشرة وإدى إكس ده اتنين اتنين من عشرة فمجموعهم عشرة لكن الإكس واخدة إيه واخدة حية كبيرة أثبتت الأبحاث أو أثبتت المواقف والظروف الطبيعية إن الإكس لا السخونة دي مليهاش هذا القدر أنت مديها قدر أكتر من اللازم أنت لازم تجي بالمبرمج والمبرمج يدخل ويعيد التفكير مرة تانية لا الكلام دا لأ إن عن طريق نيورا نتورك هتخلي الماكنة بتاعتك أو الجهاز اللي موجود هو الواحده هيعمل مقارنة ما بين الانبوت والأوتبوت وما بين الأوزان دي ويعمل يعمل يعني يعمل عملية مثلا تعديل وترتيب ويعيد تاني الأوزان مرة تانية وبالتالي الأوزان دي الأوزان دي سابتة ولا متغيرة سابتة متغيرة وفقا لما تكتسبه الآلة من خبرات نتيجة برور الوقت ونتيجة المواقف المختلفة اللي بتمر على هذه الآلة عشان كده بنقول نيورا نتورك هي قريبة من الإنسان إن يورا نتورك يعنيها إن كنت هذه الأوزان هي اللي بتتغير وفقا للظروف المختلفة وبالتالي أنت تجد إن المكان عندها عندها زكاء النهاردة كانت بتدي كرود لناس مستواهم معين فجأة كده نفس الناس لما جوم كمان سنة جاءت جهازي وليك لا أنا مش هديله قرد طبما أنت كنت بتديله قرد بنفس الظروف لا لأن في جهاز لوحده عن طريق المواقف المختلفة اللي وجمعها عن طريق تعديل هذه الأوزان فالمحور هنا في الأوزان دي إزاي الكمبيوتر يستطيع أن يعدي الأوزان ده عن طريق إنه دايما بيقارن ما بين اللي حصل فعلا وما بين اللي دخل ويربط هنا علاقات ويطلع حاجة اسمها اللي هي الترانسيفير فاكشن وهذه المعادلة دايما بتعدل في الأوزان وهذه المعادلة هي اللي بتعمل الزكاء بتاعه بصميم شبكات الشغل دوت ليست يعني مش شغلكو ولكن شغل ناس متخصصة ومقول أنا هميني إيه هميني أفهم بس الفكرة الأساسية آآ إزاي المعالجة بتتم إحنا قلناها يمكن أنا شرحتها إن إحنا دايما الاوت بوت في الآخر إما تديله زيرو أول وده بتمر المعالجة بتلت مراحل زي ما قلنا أول حاجة تحديد المدخلات إيه اللي داخل عندي المشكلة بنقول هنا إن كل مدخل يمثل صفة مميزة بحيث تحدد الصفات المميزة للمدخلات فمثلا إذا كانت المشكلة هي كيفية التنبؤ بأسعار الأسهم في البورصة فإن الصفات المميزة لها يجب أن تكون مدخلات آآ متعلقة بالأسهم زي مثلا ما بنقول هنا بيتكون آآ زي مثلا سعر الفت آآ الافتتاح أعلى سعر أدنى سعر المعدل ودي بتعتبر النقطة التانية اللي هي الأوتبوت اللي هي المخرجات اللي هي نتيجة مخرجات الشبكة هي القرار النهائي أو الناتج النهائي لعملية التشغيل وفي الحالة السابقة بتعطي شبكة مخرجات في قيم عدد بتتمثل القيم المستقلة الأوزان وهي بقى دي اللي دايما بتتغير وفقا للظروف للأوزان دي إيه هي العنصر الأساسي الشبكات العصبية الاصطناعية يبقى نيوران تورك الأساس بتاع الوزن يبقى الليه بكله في الوزن والوزن ده بيبقى وزن ترجيحي للعنصر ويعرف على أن هو القوة الملأمة أو القيمة الرياضية الماثيمتك الفاليو للبيانات الأصلية المدخلة أو للعلاقات المتنوعة اللي بتحول البيانات من طبقة إلى طبق داخل الشبكة وبيعبر عن الوزن الترجيحي بأنه درجة الأهمية المرتبطة بكل مدخل من المدخلات إلى عناصر التشغيل وبتعتبر هذه القيم حاثمة وبالتالي زي ما قلتلكوا إن هي الأوزان دي ما بتبس سبتة ولكن بتتغير بمرور الزمن وهي ده الإكسيبرينس اللي بيكتسبوا الإيه الجهز في بعض المعادلات برضو مش هدخلكوا في المعادلات في حاجة سمها إن أنا أدرب الشبكة قبل ما تستخدم يعني الشبكة بتاعتي بعملها تدريب إن الشبكة دي لابد إن أنا أتأكد إن هي بتتعلم من الخبرة بتاعتها ولأة في مجموعة من الخطوات المميزات الأساسية بتاعت الشبكات العصابية حقيقة القوة وسهولة الاستخدام والتنظيم الشادي في حاجات جدا مهمة زي ما انت شفتم إن أنت بتكتسب الخبرة وتخزنها للحاسب الآلي برض إنك تخزن خبرة لحاسب الآلي واكتسب هذه الخبرة ده شيء مهم جدا بشكركم لهذا الحد وبذكركم مرة أخرى إن أنا طلبت منكم بحس في إدارة الأزمة الخاصة بالكورونا ولن يصل إني حتى الآن أي بحس إحنا هنطور البحس يا جماعة هتديكم عنوان وأتمنى إن كنتم يعني تتجاوبوا شوية وتشتغلوا وإن هذا البحس أنا عايز بحس عن إيه أثر التحول الرقمي في إدارة في إدارة الأزمات أو الأزمة المالية الناتجة عن فيروس كورونا في البنوك التجاري أو في النظام المصرفي أشكركم وأتمنى إن إحنا يعني نتجاوب وأنتظر منكم هذا البحس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر